وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تامونية بمضبطات 216 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 270 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط 46 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 720 قضية من بينها 72 قضية خبز ناقص الوزن وتمانون قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 18 قضية بمضبطات بلغت قرابة 214 طن